موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شهر رمضان مبارك علينا وعليكم أحبتي المشاهدين صراع قديم جداً ابتدأ ولا زال وسيبقى إلى آخر الدنيا ابتدأ هذا الصراع بكلمة وعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين بعد أن أمر بأن يسجد لآدم هذا الصراع ابتدأ من هاهناك وامتد إلى يومنا هذا بأشكال مختلفة كما اختلفت الأسر الإلهية اختلفت أشكال المدرسة أو التيار الدنيوي فنشأ صراعان أو نشأت أسرتان أسر إلهية وأسر شيطانية تتصارع منذ ذلك اليوم إلى يوم الناس هذا إلى يوم القيامة سنتحدث في هذه الحلقة عن التيار المادي والتيار الرباني هذا الصراع وهذا النزاع منذ نشأته إلى آخره في هذه الحلقة المباركة دعوني أرحب أجمل ترحيب بكم مرة أخرى وأرحب بضيفي الأستاذ محمد البخاري الباحث والأكاديمي حياكم الله أستاذ أهلاً وسهلاً ومرحباً حياكم الله أستاذ عمار وتحياتي لجميع مشاهدي قناة الأيام في كل مكان حياكم الله نبدأ على بركة الله بعد فاصل قصير ابقوا معنا حياكم الله مرة أخرى أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم عدلاً لنبدأ هذه الحلقة أرحبك من جديد أستاذ محمد البخاري حياك الله أستاذ بدأ الصراع من هناك نعم من حيث أسجد لا أسجد وامتد الصراع دعنا نتحدث عن الأيام الأولى أو السويعات الأولى لهذا الصراع نعم إذا جاز أن نعبر أيام وسويعات بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين من الأمور المهمة أستاذ عمار التي يجب أن تكون معلومة من باب الثقافة العامة وليس فقط الدينية لأن الدين يمثل أيضاً ثقافة من الثقافات شاء من شاء وأبا من أبا وين كان رؤية للحاد إلى الدين رؤية سلبية لكنه يمثل ثقافة في كل الأحوال هذه الثقافة توجب علينا أن نرى الحمولات المعرفية للنص الديني في تأصيلها التاريخي وما تحمله هذه النصوص من أبعاد لها علاقة اليوم في صراع العلمانية أو العلمانية اثنين مع الدين في بعدها المادي النص الذي ابتدأت به الحلقة لإبليس قال خلقتني من نار وخلقته من طين فهو رؤيته مادية لحقيقة الخلافة الإلهية في الوجود البعد المادي لا يمكن أن يعطي بناء نفسي قيمي أخلاقي على عدة مستويات على المستوى النظري والعملي يعني حتى على مستوى العلم التجريبي اليوم الذي نعيشه وتعيش الحرارة الغربية وتعيش المجتمع الإنساني هذا أيضاً يجب أن يكون محكوم بالقيمة الأخلاقية الإلهية وليس البشرية لأن اليوم نلاحظ أن نتاج ما قاله إبليس هو تدهور في الأمن الإنساني والأمن القيمي للفرد والنوع الإنساني منذ تلك اللحظة إلى اليوم في تسافل وليس في تصاعد وبالتالي يجب أن نفهم ونركز على أن ما نتقده إبليس في رؤيته وتأكيده على البعد المادي العنصري في نظام الخلقة ليس هو الأصل لأنه امطلق من عنصر مخلوق يعني إن كان عقل إبليس أو العقل الإنساني فهو أقل مخلوق مهما كانت درجته العلمية طبعاً إبليس من العلماء يجب أن يلتفت المتلقي العزيز إبليس من أكبر العلماء هو يحمل من العلوم ما يحمله العقل الإنساني وخاصة في الأبعاد الأخلاقية في منظومة القيم وهي منظومة كبيرة داخل نظام الفلسفة وغيره إذن أستاذ إذا كان يمتلك هذا الكم من العلوم نعم ما منعه أن يسجد لآدم هنا البعد النفسي ما هو عالم نعم نعم هنا البعد هو صراع أو الله سبحانه وتعالى في نظام الخلقة وجد نظام صراع بين حالة خير وحالة شر وزرعها ووضعها في بعدها التكويني في النفس الخلقي للمخلوقات العاقلة إن كان الإنسان أو الجن أو مخلوقات أخرى عاقلة موجودة في النص القرآني وفي أحاديث أهل البيت تدل هذه النصوص على أن هناك مخلوقات عاقلة ومتفوقة علينا أصلاً في العقل وفي العلم لا نتصور نحن فقط الموجودين في هذا الوجود أو في هذه الدنيا ففي نظام وحكمة الله عز وجل وضع نظام الخير والشر في النفس المخلوقة النفس هي محل الصراع هنا أختيب وراء إبليس وسقط في الاختبار بعد أن عبد الله آلاف السنين وهنا هو محل الاختبار في الشخصية الإنسانية عاشت ما عاشت أو طالما طال عمرها أو قصره ما قصر جيد لماذا وصفنا إبليس بأنه هو التيار المادي أو هو منشأ التيار المادي احتجاجه الأول والاعتراض على عدم السنور يعني لماذا أعطينا صبغة المادية نعم نعم هو أشار إلى مفهوم أو تفوقه العنصري الخلق المادي هنا هذه الكبوة فلنقول في النظرة إلى المشروع الإلهي أو الحكمة الإلهية هي التي أسقطت إبليس وجرته إلى هذه المساحة وإعطاء النفس البليسية أو النفس البشرية لأن هنانا بالمنارسة بشيخ عمار يجب أن يلتفت المتلقي العزيز على أن الإنسان هو إبليس فيما إذا غادر مساحة المشروع الإلهي في نظام الخلقة وفي نظام التشريع والتكوين لصناعة ذاته هو يكون إبليس نفس مشروع إبليس لا يختلف هو اسم بشر بس هو مشروع مشروع إبليسي نفس المشروع الإبليسي العنصر الذي أعطى لنفسه حاكمية تعيين الأفضل من المفضول اعتراضا على الإرادة الإلهية اليوم العقل الإنساني وخاصة الغربي أخذ مساحة إبليس وأدلجها إلى إعلام ميديا وإلى برامج ثقافية وإلى صناعة تكنولوجية تؤدي نفس الغرض الإبليسي في الاعتراض على مشروع الله في صناعة الإنسان جيد نتحدث طبعا بجانب السلبي لا يعني مجمل النتاج الفني أو التكنولوجي نعم نزلت الأسرة بعد اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض العدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين بدأ كل منهم يعمل إبليس بدأ يعمل بمؤسسته وآدم بدأ يعمل بمؤسسته إذا جاز أن نعبر طبعا تطورت المدارس المادية دعنا نسحب الزمن إلى عصور الأنبياء نعم بمن تجسدت هاتين المدرستين استعراض سريع يعني 124 ألف نبي ما نقدر نستوعهم في هذه الحلقة ولكن حتى تكون قريبة لنا في واقعنا اليوم نحن في هذا الشهر الفضيل نسحبها إلى أسرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه ومشروع النبي صلى الله عليه وآله مشروع عميل المؤمنين فاطمة الزهراء الحسن الحسين والأم صلى الله عليه كل هؤلاء يعني تمثل نقدر نقول تمثل بالأسرة المحمدية والأسرة الأموية أو الإسلام المحمدي والإسلام الأموي لا بس تقريب ممتاز وهو تقريب واقعي جدا الأسرة الأموية أسرة أوغلت في المادية والأسرة النبوية أوغلت في البعد الروحي الغير منسلخ عن المادة يعني لا نفهم أنه الدين منسلخ عن الحياة الدنيا وعن التمتع في ملدات الحياة الدنيا ولكن بشكل مقنن مؤدب يعطي للإنسان كرامة حقيقية وليس كرامة زائفة وهمية الأسرة الأموية أوغلت في مسألة الغرائز الإنسانية التي تدعو اليوم الليل لها الحضارة الغربية أوغلت في مسألة الترفع في مفهوم الحاكمية وظلم الجمهور أو الشعب على حساب أطماع ورغبات شخصية غير الأسرة الهاشمية التي بدلت ما بدلت بل بدلت أنفسها المباركة أو الشريفة التي هي أشرف ما في الوجود من أجل الآخر من أجل الخلاص الآخر من أجل رفع الظلم عن الآخر وبالتالي البعد المادي كما يدعو إلى الرذيلة أو متلازم مع بعد الظلم مع بعد الإسفاف في الأخلاق مقابل توجه آخر إلهي التي مثلته الأسرة المحمدية يدعو إلى الفضيلة ويدعو إلى الانعتاق ومحاربة الظلم ونشر العدل ونشر الأمن النفسي والأخلاقي والقيمي للواقع الإنساني والمجتمعي دعنا نقفز قفزة أخرى أستاذ وصلنا إلى زماني للمعاصر نعم تمثل البعد المادي بمن؟ اليوم طبعا الحضارة الغربية أستاذ عمار هي الممثلة الأساس لهذا التوجه البعد المادي تبقى الإسلام يمثل كعنصر ثقافي أيضا قيمي لجزء كبير من المجتمع الإنساني الضد النوعي لهذه الحضارة لا يوجد صراح حقيقة أشار إليه مفكرو الغرب ولعل سوميل هنتكتون في صراح الحضارات وضع الإسلام كندر حضارة الغربية مع الالتفات إلى نقطة مهمة على أن الإسلام لا أقول للإسلام ولكن المسلمون الذين يتبنون هذه الهوية ليس لديهم العمق العلمي للحضارة الغربية يعني هم ضعفاء في هذا النتاج ضعفاء بشكل كبير فلماذا هنا السؤال الذي يجب أن يتبادر إلى ذهن المتلقي المسلم نقول لماذا وضع سوميل هنتكتون الإسلام كندر في صراح الحضارات بقاء هذه الحضارة موتها أو حياتها مع الحضارة الغربية لماذا لم يضع الحضارة الكنفوشوسية الصينية اليوم الصين نعرف أنه هي التي تمثل خطر كبير جدا لكن في البعد المادي طبعا على الحضارة الغربية لماذا لم يضع روسيا كثقل وهي تتجه اتجاه مسيحي ديني يعني لماذا وضع الإسلام لأن الغرب وفلاسفة الغرب يعلمون حقيقة ما يختزنه الإسلام من ديناميكية إقناعية وحقيقية ترتقي وينتمي إليها يسمى فطرة الإنسان وروح الإنسان في حركته وسلوكه وقناعاته أكثر من تلك التوجهات فالالتفات إلى هذا الصراع ووضع الإسلام كند للحضارة الغربية هو المنطلق الذي يجب أن ننطلق منه في تشخيص حقيقة ثقافتنا والاعتزاز بها على أنها ثقافة حية تخترق كل الثقافات مهما تطورت بأي لبعاد تبقى لها قوة كامنة تستطيع اختراق الآخر وتوظيف ثقافته ومنتجه منتجه التكنولوجي إلى قيميات ترتقي بالعنصر الإنساني وليس تضعه في خانة التسافل هناك مقولة لأحد العلماء يقول أنه لو سألنا إذا نريد نعرف أي المدرستين على حق لو سألنا فرعون من عدوك سيقول موسى لو سألنا مثلا أبو سفيان من عدوك سيقول محمد لو سألنا يزيد صلوات الله سلامه عليه لو سألنا يزيد من عدوك سيقول الحسين وهكذا لو سألنا الحضارة المادية من عدوك اليوم اليوم عدوها حقيقة الإسلام وخاصة سل المؤمنة لأن حقيقة يجب أن ننتفت إلى نقطة أستاذ عمار نقطة مهمة جدا على طول عندنا رؤية قاصرة في الجانب النقدي للواقع الإسلامي الإسلام أو الواقع الإسلامي واقع متشرذم حقيقة حاليا ضعيف في بعده البنائي على عدة مستويات إن كان الروحي الذي أسسه الدين اللي هو جزء مهم جدا في بناء الشخصية الإنسانية والبعد المادي التطور في بناء الحضارة للمجتمع الإنساني هذه رؤية قاصرة القرآن شخص هذا الانحدار الأخلاقي داخل المجتمع الإسلامي والإنساني فشخصه في قانون وأكثرهم للحق كاذهون وأكثرهم لا يعلمون وأكثرهم الكافرون وهذا هو شخصها القرآن لماذا نطالب مجتمعاتنا اليوم الإسلامية بالمثالية الذي نادى أو شخصها أو فعلها وعمل بها الأنبياء هذا لا وجود لهذه المسألة هذه نقطة مهمة جداً في قراءتنا للواقع الثقافي إذن على من المرتكز؟ المرتكز على ثلة مؤمنة هذه هي التي تقود واقع الحياة وواقع القيم الأخلاقية العالية التي جاءت بها السماء هذه الثلة موجودة حالياً ولعلنا في سياقنا اليوم السياسي وحتى العلمي نتلمس آثارها في بعض الدول في منباب القوة المناعية للثقافة الإسلامية نجدها في لبنان في جنوب لبنان في حزب الله في الجمهورية الإسلامية وحتى عندما سئل نتنياهو من هو عدو إسرائيل قال إيران 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 أحسن خلي بالضبط خلي أوقف لي مع هذه النقطة على مستوى عنوان هذه الحلقة إسرائيل اليوم وإن كان المنادات بهوية دينية عنصرية ولكن واقعها السياسي الذي يقودها وجوهرها جوهر ماد لصرف جوهر إبليسي وهي متطورة تكنولوجياً على مستوى عالي طيب ما الذي تخشاه من إيران إذا كانت هي متفوقة تكنولوجياً والغرب كله بأدواته وبعلومه وبقواه الاقتصادية وبآلته الإعلامية وببرامجه التقافية على مستوى الأدلجة الفلسفية كلها مع إسرائيل ما الذي يخشونه من إيران هنا يجب أن نلتفت إلى نقاط مهمة على أن ما يرعب الحرارة المادية هم الثلة المؤمنة وليس كل المسلمين يعني ننتنياهو وغير ننتنياهو إلى تصريحات مخزية على كل مسلم في نقض المسلمين وفلنقول ابتدالهم وتسفيههم وتصغيرهم في مسألة قوتهم أو وجودهم كقوة تجاه إسرائيل ولكن نجد هذه القوة نفسها التي تمثلها إسرائيل وهي قوة البعد المادي الغربي صاحبة هذه الحرارة هي قلب هذه الحرارة حقيقة تخشى الثلة المؤمنة في لبنان في العراق في إيران وفي أي مكان فإذن يجب الالتفات أستاذ عمار على أننا عند تشخيصنا للصراع بين المادية والربانية لا نشخص المسلمين كقوة تامة تجاه الغرب المسلمون متشردمون وعندهم خلل في الانتماء إلى هذا المشروع الثلة المؤمنة هي التي تبنت هذا المشروع ونجد حقيقة إفرازات إيجابية لهذه الثلة في فرض روح ثقافية طبعا هاشوفوا اليوم المجتمع الغربي مع غزة أنهم تابعوا كل تابعون كثير من الفنانين الكتاب المؤرخين الفلاسفة ينتمون إلى روح ما يعني فلنقول تعاطفت مع ما كان من غزة من قيم إسلامية أبرزها الغزاوي وأبرزتها المقاومة طبعا التي تسند هذه الثلة المؤمنة في غزة إذن الصراع صراع كتلة صغيرة مع منهج كبير ولكن القانون لله فلنقول حسم المسألة على أن النصر لهؤلاء وليس لتلك القوة مهما كانت كبيرة دعنا ننتقل إلى بعد فكري أستاذ أكثر ما هي مرتكزات التيار المادي ثم نعرف ما هي مرتكزات التيار الرباني دعنا أولا في التيار المادي ما هي أسس التيار ومرتكزاته يعني مرتكزات التيار المادي مبني على المنهج الحسي المنهج التجريبي وهو منهج الحادي حقيقة ينكر وجود خالق للكون عفوا دقيقة أستاذي المنهج التجريبي نعم منهج علمي وعملي حسي أستاذ عمار لكن نتائجة حقيقية لا لا ليست حقيقية كلها لا مثالة نسمية كل شيء حقيقة خاضع للعقل الإنساني فهو نسمي لأن بالمفهوم البسيط الذي نوصحها للمتلقي الكريم نقول له هذا العلم هل خرجه من عقل معصوم راح يقولك لا وبالتالي أنت تراه ربما صحيح وهذه قراءة طبعا ليست فلنقول ترفية من عندي لا لا هذه قوال علماء غرب على أن ما انتجه العقل الإنساني اليوم من قوانين وفهم لحقائق قوانين الوجود ربما يكون كله أوهام هذا هم قولهم طبعا ليس قول الرؤية الدينية وبالتالي على محاسبة اتجاههم الكلامي اللي هو نتاج عقل فلسفي كبير يجب أن لا نمهم بأمور قطعية داخل المنظومة العلمية لهذه الحضارة ولكن نلجأ على أن المنهج التجريبي منهج حسي لكن لكن يفضي إلى نتائج أستاذي يعني المنهج التجريبي جرب أن الحديد يذوب أو مثلا على سبيل المثال نعم النحاس يذوب بالحرارة فجاء بعشرة قطع من النحاس مئة قطعة من النحاس وعرضها للحرارة وصل إلى نتيجة أن كل نحاس يذوب بالحرارة هذا التجريب يعني هسا هاي النقطة البسيطة أستاذ عمار إلى أكبر نقطة إلى المنظومات الذرية إلى صواريخ الفضاء إلى كل شيء هل استطاعت أن تعرف حقيقة الروح؟ ما عاجز إلى حد الآن ولن أقول للتأمين تعرف إذن العلم نحن نكبره ويجب الانتفات إلى نقطة أستاذ عمار إحنا مرات يصير عندنا خلل في التفكير العقل الإنساني عموما الغربي والشرقي بكل أديانه وبكل توجهاته للحادية وغير للحادية نغفل على أن ترك كويكبنا الأرض عبارة عن ذرة بالوجود خلي هسا الإنسان يتخيل يتخيل مستوى الذرة اللي هو ما يستطيع يشوفه مقابل هذا الوجود اللي يشوفه هي ذرة إحنا ناسين إحنا موجودين على ذرة فنتخيل هذا النتاج العلمي والنتاج الثقافي والفلسفي شيء كبير هذه من سفاهة العقل للإنساني لو دخل الدين كمنظومة معرفية كما هي يدخل المعرفة العلمانية والمادية والإنحادية التي تؤصل لأصل المنتج العلمي على أساس يعني الوجود الغيبي لنظر على أن هذه الحضارة الغربية تتلاشى أمام المعرفة الإسلامية لأن معرفة غير متناهية وبالتالي كيف تتلاشى هذه الحضارة الكبيرة نعم أنا بمثال مادي بسيط لا نذهب إلى فلنقول إلى الأبعاد دعنا نبتعد عن الجوانب الروحية قليلة بضبط أحسنتي سيد عمار إحنا هسا في جوانبنا المادية في هذا الدرة كما قالت وكالة ناسا طبعا أنا من أتكلم أتكلم عن حقائق علمية نوعا ما وكالة ناسا لحد الآن اكتشفت 200 ألف مليار مجرة المجرة يعني شيء لا يمكن تخيله نحن لا شيء فيها مو ذرة نحن لا شيء طيب هذا مع وجوده هو غيب مع وجوده المادي نجهل كل شيء عنه نجهل القوانين في تلك المجرات عن المعادن عن هالموجود مخلوقات أم غير مخلوقات المخلوقات متفوقة علينا نحن في أي سلم من سلم الخرق موجودين مئات وألاف الأسئلة تنفلق من هذه الرؤية هذا كله في البعد المادي وهو يحسب على جهل الحرارة المادية فأين التعملق في هذا العلم نحن في درجة تحت الصفر العلمي فيما إذا نظرنا بواقع علمي مجرد عن الدين إلى حقيقة العلم ولكننا مخدوعون بالرؤية المقابلاتية يعني الإنسان من يقعد بغرفة نفرض يولد في غرفة يولد ويكبر وينشئ هو يتصور أن هذه الغرفة هي العالم تمام له لا من يعرف فراء الغرفة أكو ربما بيت آخر وحديقة وأكو عمارات وأكو أنهر وأكو محيطات وأكو كرة أرضية وأكو كواكب ومجموعة من يعرف نهايًا يجهل نحن في واقعنا التفكيري اليوم كعقل إنساني هذا تفكيرنا نتصور نحن نتصور وهذا خيال طبعا إن هذه المراحل العلمية هي مراحل كبيرة جدا وقد تطور المجتمع الإنساني لا 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 هذا التخلف في الفكر الذي يشخص هذه الجنبة حقيقة الجنبة في المشروع الإلهي الذي سبق البعد المادي في إنتاجه المعرف يعني ماذا تحدثت المعرفة الإلهية عن نعم أحسن أنا راح أخذ البعد الماجيسي وليس البعد الغربي بالضبط نعم إذا أخذ نص من نصوص القرآن من يقول ونسف عنه بالناصية ناصية كاذبة اليوم العلم بعد هذا طبعا التشريح لأحد العلماء الأعصاب الغرب يقول توصلت على أن منطقة الكرب المسؤولة بالإنسان هذه الناصية النص القرآني ما الذي يريد أن يوصله لي أنه عرف الله يده يعلم أنه الإنسان سيكتشف عن طريق العلم التجريبي حقيقة أنه مركز الكذب في الوجود الإنسان هي ناصية الدماغ مقدمة الدماغ القرآن دليل يوصل لي بشكل مبسط هو يخاطب عقلي البسيط يقولي ترى أنت تفكيرك ونتاجك وتراكمك العلمي اللي يؤدي بيك إلى اكتشاف حقيقة ترى إحنا نعرفها ومتنبئين بيها وحاطيها كحقيقة واقعية مو ظنية قبل 1400 سنة مو قبل 1400 سنة قبل آلاف سنين لأن حقيقة النص القرآني مو وجود نزولة على محمد صلى الله عليه وآله يقول أن نزلناه في ليلة القدر هذه الليلة في تشخيص عالم الوجود يعني قبل وجود المجرات قبل وجود السماء الأولى والثانية والسابعة والعارش يعني أشياء لا يمكن للعقل أن يجدكها فنحن متخلفون بشكل يعني مطلق عن الجانب والواقع العلمي لكثير من الحقاق التي أكدها الجانب الديني جمالية الجانب الديني تربط ما بين البعد المادي والبعد الأخلاقي القيمي والبعد الروحي بنسق واحد توجب وتعطي للإنسان دفق لأننا نحن بينا أسرار أستاذ عمار البعد المادي الذي يأنتج الغرب غير الذي يأنتج الإسلام يعني خل فاجئ جمهورنا العزيز بنقطة مهمة الحرارة الإسلامية مرت بمرحلة فنقول أوج تطور علمي فاقت الحرارة الغربية وهذا كله يدين به علماء الغرب نعم علماء يعني فلاسفة الغرب نعم توين بي وغيرهم وليه ينكر ما نعلاقه به ولكن أكو من أثنى وأدانا على أن الحرارة الغربية هي عبارة عن حسنات المكتشفات العلمية للعقل الإسلامي في مرحلة من الماء هاي المرحلة شوكت أستاذ عمار المرحلة ما بين القرن الرابع والخامس الهجري يعني 4500 و5500 أحد مؤرخون لأخوة المصريين أكد على أن في هذه المرحلة كانت دولتان الدولة البويهية والدولة الفاطمية نعم يعني في ثقافة البيت المحمدي لأن هذه الأسرتان البويهية والفاطمية تأتنق الاعتقاد بمنهج هذه الأسرة وبالتالي هذا المنهج القيمي الإنساني العالي له انعكاسات على ثقافة الإنسان وقناعته وهذه الثقافة تعكس أبعاد مفاهيم تدبرية تعطي للإنسان دفق في اكتشاف الواقع الخارجي يعني هناك ترابط ما بين البعد الروحي قصدي والمكتشف وتوظيف هذا المكتشف لفائدة المجتمع الإنساني الحضارة الغربية تبنت هذا وطورت نوعاً ما لا أقول كلياً نوعاً ما لأن هلانك النصديني يقول أنه في ظهور الإمام المهدي صلى الله عليه صاحب إن شاء الله الحضارة الإنسانية الحقيقية سيكون هذا العلم في زمان الإمام المهدي متخلف جداً يعني بضبطه شون نقارن بينه من نحش بالتاريخ السادج إنه القرآن الإنسان فيه أصحاب الكهف يكون هذا العلم اللي نشوفه متطور متخلف جداً تجاه العلم الإنساني أستاذ تحدثنا عن أسس التيار المادي تحدثنا عن أساس واحد وقلنا الأساس الأول هو في البناء المادي هو التجريبي ما هي بقية الأسس؟ طبعاً أكو أمور نظرية طبعاً ولكن الجامع بينها أستاذ عمالي للحاد وإقصاء الدين عن قيادة الحياة هذه نقطة مهمة جداً يعني المشترك ما بين التجريب لأنك تشير إلى العلمانية طبعاً هي كلها في فلسفتها التجريبية وفي فلسفتها النظرية تدعو إلى الإنحاد إقصاء الدين هي تواجه الدين لعقدة مرت بها في المجتمع الغربي إنما سيطرت الكنيسة واتفقت مع الحاكم الظالم على محاربة العلم ومحاربة المجتمع يعني هي أسست لتقوية الطغاة وبالتالي المجتمع طبعاً كعقل عام وعقل جمعي يحقد لأنه مظلوم وهذه العقدة ولدت له انتقام من الكنيسة حتى يعني المعروف من بعض العبارات إنه سنشنق آخر ملك بمصارين آخر قسيس هذا يدل على فور من الحقد للمجتمع الغربي اتجاه الدين لما صدر من الكنيسة اتجاه واقع الشعبي للواقع الغربي كان هناك ظلم كبير أستاذ عمار على الفرد الغربي وكانت الكنيسة لا تقبل بالعلم وتشخصه على أنه الحاد وزندقة والسحر ويعني من الأمور الإسلام كرم العلم بالنص القرآني والنصوص الأحاديث النبوية ونصوص أهل البيت بل هناك رؤى تنبأ بها وضعها أهل البيت لنا والحبيب المصطفى كي لا ننخدع بمنتج الغرب دون النبوات متفوقة لإمام الصادق صلى الله عليه في أحد نصوصه يقول أنه ستكون هناك بعض الأمراض تنتقل بالإشعاع الضوئي يعني عين الإمام الصادق كانت مجهر ألكتروني لماذا أعطانا هذا النص الإمام الصادق وعشرات النصوص ليس بقط ولكن أنا ألتقط التقاطات لمتلقين الكريم حتى لا يكون انهزامي أمام الحضارة الغربية بعد آلاف من السنين ومئات تراكمية للعلم وبالمكتشفات العلمية وبالمجاهل يلا اكتشفوا هاي الحقيقة أنه بعض الفيروسات المرضية تشععوا إشعاعا مرضيا إمام الصادق شمدري إذن هم أصحاب العلم الحقيقي أصحاب فهم هذه القوانين الحقيقية ليس العقل الغربية لماذا أستاذ لم تأخذ هذه الاكتشافات وهذه النصوص العلمية لماذا لم تأخذ المساحة المطلوبة في الواقع لكي هي تتصدى لبناء حضارة لماذا ترك الأمر للحضارة المادية لكي تبني الحضارة البشرية التي نراها اليوم هنا أنا أكو خلل يا نستاذ عمار خلل ذاتي داخل البيت الإسلامي وخلل خارجي أو غرض خارجي الخلل الإسلامي أنه الأمة الإسلامية تقاعست عن الحفاظ على هذه الأسرة ووضعها في مكانها الطبيعي القيادي للأمة وبالتالي فقدت أهم ركائز التطور الإلساني العلمي فاستعارت بالعقل الأمة والسادج والمنحط أخلاقيا وروحيا وإنسانيا وكذلك بالعقل العباسي والعثماني والدول التي جاءت ما بين تلك الدول واستعارت بأناس ليست لهم علاقة لا بالدين ولا بالعلم ولا بالأخلاق وبالتالي النتيجة طبيعية سنفقد روح هذا العلم أو وجود هذا العلم وإبرازه لأن العلم يحتاج إلى بيئة طبعا لذلك نجد كما أشد قبل قليل إلى أن هذه الروح العلمية ظهرت في الدولة البوهية والدولة الفاطمية إضافة إلى أنه نقطة مهمة طبعا هذه النقطة في البيت الإسلامي في البيت الآخر الغربي الغربي نظر إلى إمكانية الانطلاق من الإسلام في أي مرحلة وفي أي وقت من الأوقات إلى البناء العلمي وبالتالي سوى صلط عليه عملاء وقتل العلماء اليوم خليه المتلق العزيز اللي يشوفنا خلي يكتب على اليوتيوب بالسيرج العلماء المسلمون الذين اقتالهم الغرب سيندهل إحنا عندنا مع الأسف ضعف في مفهوم نظرية المؤامرة حتى صدر لنا الغرب وضحك على عقولنا على أن هذه القراءة هي مؤامرة على العقل وهذا من مكر المنهج العلمي الغربي أنزين لأنه يعرف اليوم يثكك مناهج التفكير في العقل الإنساني والعقل الإسلامي وذا يصدر له أوهار أصبح من يقول بنظرية المؤامرة كأنه متخلف فكريا هو أستاذ عمار هو متخلف أما يكون أجلكم الله وجل السامعين غبي لا يفهم حقيقة ما يحوكه الغرب من نظريات لخداع العقل الإنساني عموماً والعقل الإسلامي خصوصاً أو يعرف وهو أداة من أدوات الغرب الترويجية لضرب حقيقة روح التطور الإسلامي اليوم خلينا نضرب مثال أستاذ عمار ونفتخر بذلك الجمهورية الإسلامية حقيقة الجمهورية الإسلامية أكثر من 40 سنة محاصرة تكنولوجياً ومادياً وسياسياً يعني بلد محاصر مانعين عنه كل شي وصل للفضاء وصل إلى قوة سيبرانية وهي أجل العلوم وأعلاها مرتبة اليوم ما بين خمس دول الصين وأمريكا وروسيا وبعض الدول خمسة واحد من خمس تلك الدول والمكتشفات العلمية اليوم الطبية طبعاً المذهلة التي فاقت يعني مكتشفات الغرب في كثير من المراحل إذن لا نستهزئ بالعقل الإسلامي ما يصدره لنا الغرب على أنا المتفوق وأنت غبي لا يجوز لك التفكير ويجب أن تتبعنا هذه أحد أمكر الصفات للحضارة الغربية في تصديرها للآخر وبالذات المسلمين لأن القوة التي يمتلكها المسلم الروحية والأخلاقية الكامنة في شخصيته التي يبعثها الإسلام تعطيه قوة في التفكير ومنهج يتفوق على جميع المدارس لأن يبقى للدين أبعاد تبرمج العقل في خانات خاصة غير الفكر المادي ديستان عفوا نعم نحن ننظر إلى مكتشفات أو ما يكتشفه أو ما يصل إليه الغرب من حقائق علمية ونأتي لنقول أن هذه الحقيقة موجودة عندنا في الآية الفلانية في الصفحة الفلانية في السورة الفلانية نعم أو نقول أن هذه الحقيقة التي وصل إليها العلم البشري أو المادي اليوم هي موجودة وقد تحدث عنها الإمام الصادق طيب ليش ما إحنا نتحدث عنه إيش ما نبرزها إذا هي موجودة فعلا إذا كانت فعلا موجودة لماذا لا نتحدث فنقول هذا نتاج الإمام الصادق هذا ما قاله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام السيد عمار خلي أوجه نقد للمنهج أو الثقافة اليوم أو أصحاب من يتبنون المنهج المادي الغربي أصحاب الثقافة المادية والحداثة وما بعد الحداثة لأن على طول إحنا ندخل اليوم في سجاليات على طول ينتقدون أنت داخل الستوديو هذا الستوديو كل غربي الكاميرا اقترقها الغرب الكهرباء اكتشفها الغرب وإنت صنعت أنت العقل العربي الذي تستجدي هذه الثقافة ما الذي صنعته كل شيء ما صنع يعني من قرن التاسع عشر المنهج التغريبي للشخصية العربية والإسلامية الذي ينادي بتغيير المنهج الديني بالضبط كقيمة ثقافية لصناعة مجتمع وتطور وإبدالها بالغرب أنت سود كل شيء ما سود فإن أنت يعني لا تفهم حقيقة الموضوع أنت تهرف بما لا تعرف الذي أثرته أستاذ عمار على أنه نحن نقول إنه القرآن ذكره بس إحنا ما دعنا نكتشف تمام له لا أستاذ عفو عفو لو تسمحني دقيقة أضرب مثال تتضح صورة أمام أستاذ المشاهدين أكثر يعني عندنا آية مثلا تتحدث أن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوض فما فوقها فما الذين إلى آخره في سورة البقرة بقي المفسرون يعطون تفاسيرا من هنا أو هناك ليأتي اكتشاف أن هناك أجل الله السامح حيوان يعيش على أو حشرة تعيش على البعوضة وتقتات منها هذا الاكتشاف لماذا انتظرنا أن نكتشفه الغرب ونقول ما شاء الله هذه موجودة عندنا في القرآن لماذا لا نظهرها نحن فيما إذا لم نظهره نحن يعني الخلل بينا فلنقول يعني جانب اكتشاف العلمي فهو لا يمنع حقيقة تفوق الثقافة الدينية على العقل الإنساني العلمي يجب أن لا تفوتنا هذه النقطة الجانب الأهم اللي أريد أشيره أو أرد على جوابك أو الإشكالك هذا أستاذ عمر أحد أنا طبعا ما على صفاتني هذا الاسم يعني ما حافظة بس موجود على اليوتيوب أحد طبعا هذا موجود حاليا مو تقول يعني ميت أو كذا أحد المثقفين الذي في التقرير الوثاقي يستحق جائزة نوبل نوبل للثقافة الإنسانية هذا راجع مئات وآلاف المخطوطات الحديثة والقديمة لمدة خمسمائة عام شلقى دكتور عمار لقى أغلب أغلب النتاج العلمي للغرب اللي إحنا ربما الكهرباء ربما الجاذبية ربما هي عبارة عن نتاج للعقل الإسلامي لعلماء المسلمين سرقت سرقت هذه المكتشفات العلمية من علماء الغرب مسحوا الاسم ونسبوها لأنفسهم هذه الشهادة غربية وليس كلام ترفي موجود على اليوتيوب وممكن مراجعته وبالتالي لا نظل نحن نشعر بعقدة النقص اتجاه الآخر العقل الإسلامي عقل وقاد والمنظومة الإسلامية خارج نطاق فهمنا يعني أريد أن وصل للمتلقي هذه النقطة المهمة جدا حتى يفهم كيف يفعل الإسلام منظومة الدماغ أكثر من البعد المادي في التفكير الفلسفي أحد المهتمين بالإعجاز القرآني من علماء مصر سوى تجربة على أربعة آلاف شخصية في أمريك بين طفل ومتوسط وشاب وكبير ومن كافة العناوين علماء يعني علماء أمريكان وغربيين علماء ذرة علماء فيزياء علماء كيمياء وغيرها منه أخذ مقطع إشعاعي للدماغ أستاذ عمار دعني أنتبه للمتلقي وأخذ مقطع دماغي لقارع قرآن حافظ فقط يعني ما مكتشف اكتشافات علمية هذا مجرد حافظ القرآن وجد إن الخريطة الدماغية لحافظ القرآن تتشكل بشكل معقد أكثر من العقل الذي يكتشف الباقي يعني الأبعاد العلمية التجربية أو المادية أو الكيميا أو الفيزييا هذا التشكل لحد الآن ما مكتشف حقيقة شنو تأثير النص القرآني عليه شنو تأثير النص الحديثي عليه شنو نحن نجهل ديننا سيد عمار نحن أشد الناس بعدا في الجانب العلمي لن نصور أنه العلم هو مسألة التوضوء والمعاملات لا لا أخوات الدين أجمل ما به الإسلام أجمل ما به البعد العلمي نحن نجهل تلك الأبعاد بما وضعته الحضارة الغلبية أمام أعيننا من غشاوات في إثارة الغريجة هناك الدعاء على حساب الجانب الروحي الذي يطلين رؤية واضحة إلى هذه المساة هناك الدعاء أستاذ لا يمكن أن تتطور الحضارة إلا بإقصاء الدين والغرب مثالا على ذلك عندما الغرب تخلى عن الدين وعزل الدين استطاع أن يتطور وأن يتقدم إلى الأمان وهذا كله نتاج إبعاد الدين وفصل الدين عن قيادة دفة الأمور استاذ عمار شوفوا اليوم اللي وصل المجتمع للإنساني من انتكاسة أخلاقية كبيرة جدا وصلت إلى حد قتل المجتمع الإنساني نفسه بنفسه اليوم إذا نروج للمثلية اللي هو نتاج هذه الحرارة الغربية العلمية وهو نتاج علمي عندهم معرفي يعني موهي شي جاي عندهم فلسفة وعلى أساس هذه الرؤية الفلسفية ذهبوا إلى المثلية ذهبوا إلى الجندرة في العسرة وهذه النتاجات الشادة حقيقة حتى عن الفطرة الحيوانية إذا أخذناها ووضعناها على أنه نتاج علمي وطبقناها سيموت المجتمع أو النوع الإنساني سينقرض إلى أن أين العلم ما الذي أوصلتنا إليه الحرارة الغربية من علوم إلى هذه الانتكاسة في النوع الإنساني أو الذات الإنسانية الدين لم يحارب العلم هاي بدءاً يجب أن نضعها نقطة في أول السطر وليس في آخر السطر الدين دعم العلم الخلل بنا نحن أكو قوة دافعة في النص الديني يعني توجب عليك التدبر والتفكر وتعطيك دافع روحي في الولوج بهذه المساحة واكتشافها نحن من تخلف عنها الخلل بينا نحن وليس في الدين الآن الأسس كما تفضلتم الأسس العلمية موجودة نعم وكل ما وصل إليه الغرب أساسه هو الشرق أو أساسه هو الدين الإسلامي تحديدا ها هو الدين بين يديكم نعم فاستنتجوا كما استنتجها الغرب لا المسألة مو بها المساطة أستاذ عمار يعني الغرب ازقاد بدل كم قرن وكم سرق من المكتشفات الإسلامية وبنى عليها أدرك لماذا الأمة الإسلامية لا تتقدم لا تتطور ما هي الأساسات أساسات إسلامية لماذا أخذها الآخر وتطور أستاذ عمار لماذا الأمة الإسلامية باقية قابعة في مكان واحد لا لا ما قابعة لا 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 نقول قابعة العقول الإسلامية اليوم في الغرب هي من تكتشف لأن نصور ترى من السداجة بمكان نصور أنه هذا النتاج العلمي في الغرب كله عقول غربية هذا من يعتقد هذا الاعتقاد فنقول لها راجع نفسك وراجع ثقاتك كثير من العقول عقول إسلامية هذا فيما خلي نقول مغيب عنه هذا جزء من المؤامرة الإعلامية للغرب تصدير والإيحاء على أن ما منتج كله غربي ليس كله غربي كثير من الأطباء كثير من المكتشفات العلمية عقول إسلامية انتجت اليوم في الحضارة الغربية أستاذ عفوا دقيقة لو تسمح لأن وقت الحلقة بيضايقنا نعم هل تعتقد معي أن الإسلام الحقيقي حوصر ومنع أن يظهر ومنع أن يكتشف ويتطور ويقود زمام الحياة نعم سالعمر هو تتمت الجواب على السؤال اللي قبله إنه الحضارة الغربية حقيقة من أسفه وأخضر منتجاته هي إقصاء الآخر وخاصة الإسلامي لأنها تمثل الخطر الأكبر عليهم بالبعدين البعد الثقافي والبعد العلمي لا تسمح لهم تقتال علماؤهم تدمر المناهج التربوية اليوم المناهج التربوية بالدول الإسلامية نشوفها الدول الغربية والمؤسسات الدولية اللي خار عليه هيئة المتحدة تتدخل بها قسرا في إلغاء بعض المواد ووضع بعض المواد هذا تدخل سافر في تشكيل العقل الإسلامي بالذات بالدول الإسلامية وتحطيمه علمياً وهي طبعاً هي تعرف البرمجة العقلية لذلك مسألة فلنقول بشكل مبسط جداً اليوم المكتشفات العلمية أثبتت أنه المفردة لكل الشعب من الشعوب المفردة اللغوية سيد عمار يعني مفردة للغة الفرنسية اللغة الإنجليزية هل هي لها علاقة بتطور العقل الإنساني و إعطائه القوة في اكتشاف الأبعاد العلمية نعم العلم اكتشف في المنهج التجريبي طيب الإسلام تقول مفرداته مفرداته طبعاً هذه البرمجة أو هذا العلم اكتشف أنه كلما زادت المفردات زادت قوة العقل العلمية المفردة الإسلامية أكبر من المفردة الإنجليزية والمفردة الفرنسية أو أي لغة ببون شاسع هم يعلمون لذلك لذلك حاربوا النص القرآني بالذات من زمن الكتاتيب في زمن الدولة العثمانية وإلى الآن نشوف طبعاً والمتلقي راح يعرف إنه ليش الدرس الإسلامي مغيب ما لقيمة في مناهجنا الدراسية هذه الشغلة متعمدة نظام معرفي عندهم قدر جداً في تشخيص مساحات الخطورة في الانطلاق انطلاقنا من الدين وليس فيما نقرأه أو يقرأه الطالب المسلم في كل مكان من جغرافيا وتاريخ وكيميا وفيزييا لا النص الديني هو من يعطيك الدفق للانطلاق الحقيقي وهو من يفتق خلايا العقل في أنماط التفكير وحقيقة التفكير وليس الأبعاد المادية الأبعاد المادية تبقى أنت محدود الأفق الديني يعطيك مساحات غير محدودة هم ناظرون إلى هذه المساحة وهذه الحقيقة فلذلك يحاربونها ولكن بشكل غير مكشوف بشكل يستغفل العقول ولا ينتبه إليه ولا ينتبه إليه إلا من جعل الله البصير في قلبه وروحه في قراءة الحضارة الغربية ومكلها اتجاه الحضارة الإسلامية جيد أستاذ محمد البخاري كنت ضيفا عزيزا علينا في برنامج الدين والدنيا شكرا لك لما أفضت وقدمت في هذه الحلقة المباركة على أمل اللقاء بك في حلقات قادمة أستاذ محمد البخاري شكرا جزيلا كذلك أحبتي شكري وخالصا تناني لكم لحسن إظرائكم وحسن متابعتكم أمل أن تكون هذه الحلقة قد نالت استحسانكم ورضاكم ألتقي وإياكم في حلقات قادمة إلى ذاك الحين أستودعكم الله و أسترعكم في أمان الله وحمد الله اشتركوا في القناة